السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بإخوان أخوات الكرام دائما في إطار البرنامج الخاص بالبودكاست ديال الماستر كلاس اليوم عندنا واحد ضيفة اللي هي مدينة فاس اللي هي كوتش وأستاذة ديال المادة تاريخ الجغرافية اللي غاليتقسم معنا مع الطلب والطالبات بويسك حنا تنعرفهم تنعيشوا أجواء ديال الامتحانات قريبة بالناس البكارية وحتى الامتحانات إن شاء الله ليكونوا مرابعين البودكاست اليوم اللي هو خصطتنا الأستاذة تنشكرها الشكر الجزيل يعني حتى نعرفه حتى الوقت يكون ضيق عن الأسدفة اليوم بعنوان استراتيجية دكية لفتح أبواب تميز الامتحانات أرث مرحبا الأستاذة كريبة ممكن تقدمينك لجمعور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ حسن شكرا على الاستضافة أستاذة كريمة تلابي أستاذة الاجتماعيات أدرس هذه أكثر من 20 سنة وسعيدة جدا باللقاء معك أستاذ حسن إضافة تاني إلى اهتمامي بمجال القوتشينج والتنمية الذاتية شكرا مرة تانية على الاستاذة أستاذ حسن مرحبا أستاذة الأستاذة باش نعرفوها رأى التائية رأى باقة تلميذة ومجدائدة يعني باقة تتقرأ بحال كوما تنجي العلم النافس تنجي المجموع عندي التطورات اللي باش تقدم في المجال ديالها بالضرجة اللي باش تستعدوك الطلبة والطالبات اللي تقرأوا عندها وفعلا كين تحسن كتير كتير أستاذة على شو بالضبط هذا الموضوع؟ على شو بالضبط؟ إذن بالنسبة لي اختيار هذا الموضوع لأننا في هذه الفترة أولا بصدد اجتياز الامتحانات خاصة الامتحانات الإجهادية والمسألة التانية هو أنني ألاحظ من خلال تجربتي في عمل التدريس أنكين أخطاء كبيرة ترتكف عملية تحضير الامتحانات خاصة الامتحانات الإجهادية فاستراتيجية التحضير دائما ألاحظ بالنسبة لتجربة الحاصلة لي أنكين أخطاء في المراجعات في الامتحانات ويبتلي ضروري التحضير من ناحية النفسية الجانب النفسي الجانب المعرفي الجانب المنهجي تدبير الوقت الالتزام تخطيط يعني كتير من العناصر من أجل الوصول للنجاة فهذه كين تغارات كبيرة عند المتعلمين لذلك أخترت هذا الموضوع نعم وهنا أستاذات كلمتي نعل جانب النفسي آي أن جانب النفسي مهم ومجزوري لأنه يجانب النفسي أو يجانب المعرفي أو يجانب المنهجي وذلك width لنطلق الجانب النفسي لأنه ممكن تضحي الشباب والشابات أي الطالب والطالبات كيف هم نفوزهم الجانب النفسي الجانب النفسي إذن بالنسبة للجانب النفسي ملاحظ أن غالبتي التلاميب خاصة في هذه الفترة الامتحانات يصيبهم الخوف على أساس أن الخطوة التي هي كبيرة ورسمها بشكل كبير هذا من بين الأخطاء التي ترتكب وبالتالي تؤثر بشكل كبير جداً على مستواه التعليمي مع العلم أن الامتحان هو محطة ضرورية من المحطات ضرورية من أجل التقويم من أجل معرفة مدى استيعاب التلاميذ فكتكون هذه المحطة ضرورية والنجاح في الدعاصرة هو جزء من النجاح في الحياة وبالتالي أننا نكبر من هذه الهالة الامتحانات وتهويلها يصيب تلاميذ واحد الجانب اللي هو سيدي اللي هو الخوف من الامتحانات بواحد شكل كبير غير يا أستاذ فهذه النقطة هذه ضروري الإشارة أنه خوف عادي خوف العادي الذي يصيب للناس العاديين لأنه فطرة خلقوا الله فينا خوف عادي أننا نخافه من الكثير من الهناصر من بين هذه الامتحانات وكيكون بواحد الشكل معقول الخوف عادي كيكون بشكل معقول وهو مطلوب لأنه فاش كيكون الخوف كيكون الخوف كيكون الإجتهاد كيكون المثابرة من أجل نوصول واحد النتيجة اللي هي إيجابي ولكن إذا تعدى الأمر لهذه المرحلة وصبح أن الإنسان هذه الدقة ذي القلب وفقدان الشهية ودايما كيفكر في الامتحان ودايما يكبر من الأهمية ذي الامتحان والأحلام المزعجة هناك يسبح خوف مرادة فأنا في صباح هذه المرحلة أن الإنسان وصل لهذه الدرجة ضروري يشوف مختصين نفسيين أو مختصين اجتماعيين لأنه ما يمكنش يمشي الامتحان بهذه النفسية وضروري يلمشى بهذه النفسية الامتحانات ضرورة التعليم بواحد شكل كبير خصوصا إلى استمرات في الفترة دي الامتحان فهنا المسألة تكون صعيبة على التلامذ وحتى نتائجه وحتى نتائجه وحتى نتائجه نتائج ضعيف هنا واش ما تباليك شو السادة الكريمة بإنه واش هو لتتحمي مسؤولته بوحده ولا حتى ذاك لنطراش حتى البيئة بالأباء والأمهات والش لتشوف المجتمع وكي إنه تتوني من تقرر الامتحانات تتوني عندنا ذك داخل الأسرة كأنه إحنا واحد اللي تضع لأخت نشي حاجة معتش بوقع صحيح أستاذ صحيح يتم تهويل من الامتحان لدرجة أن البعض يعتبرها مصيرية شي حاجة اللي هي مصيرية فبالتالي الخوف من الامتحان يجب أن يكون بشكل معقول نعطيك غير أمثلة أستاذ من خلال الجريبة الخاصة ديالي وأنه في واحد الامتحان وزعت الأوراق على تلامت فش وزعت عليهم الأوراق أعطيت لواحد تلميضة ورقة ويدها كترتاعد تكينع ثلاثة ديال السوايا ثلاثة ساعات وهي في الامتحان ففش رجعت لي الورقة ما زال هذه التلميضة من بعد ثلاثة ديال السوايا ويدها ما زالك ترتاعد على هذه الورقة فش كانت غدي توقع لي وتخرج من الامتحان فهذا مثال من الامتحان مثال آخر في تلاميذ لا يكتبون شيء ما كيكتب تحاجة في الورقة فيرجع لك الورقة خوية فاش كنتخلوا لهم ولكنتخلوا منهم كتب شيء حاجة في الورقة كيقلنا أصلا ما بقيت عاقل على وارد يعني كيتبلوك ما كيبقى عاقل حتى لا حاجة هذا مثال ثاني مثال ثالث هو أن نبعد التلاميذ اللي كيكونوا مستوى ديالهم الدراسي كيكون مستوى دراسي عالي خلال الفترة الدراسية في القسم يشاركوا في القسم يمكن نجزوا فرض مراقبة لمستمرة يمكن نجحوا فيها كيكونوا متفوقين ولكن أثناء الامتحانات نفاجأ بالنقاط ديالهم ضائفة فكالقوا أن النقاط ديالهم واحد النقاط اللي هي نقصة ما شي هو مستوى ديالهم الحقيقي فكين مجموعة من نصائه بالنسبة للنصيحة اللونة هو أننا نظر الامتحان أنه واحد المرحلة عادية من أجل تقويم وتقييم المكتسابات هذه الحاجة اللي هو الحاجة الثانية هو ثقة والتفاؤل الإنسان يتفائل وتكون عنده ثقة ولكن ما توصلش لدرجة ديال الغرور لأن البعض يلوصل لدرجة ديال الغرور يعني تلقرأة ديال السؤال ما كتكونش القراءة ديال السؤال في كون تصره وهناك يكون عتن مشاكل من نوع تاني النصيحة الثالثة وتكون ثقة بالله كبيرة وتكون يقين ديالنا في الله والإنسان إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل إذا كان الإنسان جزاهد فأكيد أن النتائج دياله تكون إيجابي فهذه من بين نصائح تلعائلات أستاذ كما ذكرت العائلات تهويل من امتحانة يعني عندك واحدين ميد في الباكالوريا من بين البرمجة الليك تقع لها تلامن أنا عندك الباك عندكم الباك راه الباك جاي انتحانة ديال الباكالوريا فكيولي هاد انتحان الباكالوريا بالنسبة للتلاميب كيولي بحال واحد العاقبة وهذا كيأطر أكيد على الجانب النفسي للتلام فضرار حتى العائلة الموحيط يرعي هاد المسائل النفسية بالنسبة للمطرح الشيحل والمقبلين على الانتحانات دونك هنا في تنقوله ورات انتح من المسؤولية كاملين وخاصة احنا وليدتنا ما معلمين هم جاك الجانب النفسي وطلح ذو حتى هذا شيء حتى ونبو حتى في الموحيط العام ومنتا تكون غادي لمدرسة يشوي تيباليك شورتي مع واحد من القوات المساعدة وتيباليك واحد لفيتة للغيش لما سيبي انه الأمر تيباليك مهول رغم أنه دبالح أن الجمعية في مدارسة تيوفروا يعني تيوفروا الماء تيوفروا ذكي الاستقبل جيد للطلب والطالبات باش على الاقل تيخلقوا ليهم واحد لجوم واحد لجوم واحد لجوم تيكون ذي هو بسدعنا كنت واحد جريبا كنت عند دكتور رفاعي اللي بخصوص كان تدرت واحد القسم خاص نفهد بحدهم تيكون امتحانات وحاولوا علقوا لهم واحد المجموع هذه اللفتات اللي فيهم يعني توكيدات إيجابية أنا قادرة أنا غدينجاح أنا هذه أنا لكي مجموعة أمام حتى وفرونهم حتى الماء وبعض العصائل اللي فيهم أنت راه ناجح أنت راه قاضي أنت قوي أنت تتركز أنت قالوا سبحان الله كانوا نتائجين زيانة ولكن هذا لا دعي هذا من ناحية العمالي والمعرفي رأخدم على رأسهم ما نقولوش نزع ما علق توكيداته دي القول العمالي نجحات أمام حتى حتى من ناحية ماشي داروا موسيقى داروا طيور طيور اللي في أقفاص اللي في الجانب دي القسم على برة اللي تسمعو كأنهم كنين في طابعة كنين قالوا سبحان الله كان تركيز أكثر عندك طلبات طريبات من داحية دي الامتحادات وممقاعم يكون شي تشويش قالوا تنخرجوا ذلك الفرد تشويش على القعب باش ما يكون شي حاجة دوك هنا داب هدو النصائح اللي قلتي لنا أستاذا ورغمها كوك تلقوا كي قلتي الأمر لك أنخوف عادي رمعدناش إشكال تيقو قلق عادي رأيك عندك هم الامتحان وبيجي تنجح وكما تيكون ذلك القلق المزمين وكي أندلوا معاه نيقلتي دقات القلق دقات دك الأوجع في البطان ذلك التقيير تيكون مجموع عادي الأشياء لمشكلة وخاصة مني قلتي داب أنت أستاذا تيكون عندك تلام تنفوقين تيجي الامتحان دونك هنا وكيف سنتعبله مع هذه نعم في الجانب آخر أستاذ هذا يجرون الحديث على مسألة تانية هي الجانب المعرفي وهي الجانب المعرفي هو واحد شيء جيد هي اللي سنقش في هذا الجزء هذا الجانب المعرفي هو ضروري فطريقة اكتساب الجوانب المعرفية بالنسبة للتلامت إلى جانب الجانب النفسي تهيك تأثر بواحد الشكل كثير فبالنسبة للجانب المعرفي ما هي العناصر الأساسية والاستراتيجيات ضرورية من أجل الوصول على النقطة والتفاوض من بين المسائل اللي نركز عليها في هذا اللقاء هو تدبير المقت تدبير الوقت عندنا كارثة بكل مقاعد فبالنسبة لهم الدائما نعطيك من تجربة ديالي الشخصية هو أنهم طيلة سنة لا يتم التخطيط لا يتم وضع برمجة تاكي يوصل لامتيحان ديالفور المراقبة المستمرة وكيبدأوا يرغبوه أستاذ عافك أجلنا فاش كيوصل لامتيحانات الإجهالية عار كييبدأ وأنه تبقى واحد خمسطاش اليوم عار كييبدأ أنه كيحضر الامتحان مسألة تانية في لوقت ديال الامتحانات أستاذ خاصة الامتحانات ديال الباكالورياء فاش كنقول لهم أن المدة مرة على المدة ساعة كنحس بهذيك تخلاع كنحس بواحد رد الفعل ما كيكونش متوقع ولا في هذيك لنصف ساعة الأخير ولا عشر دقائق الأخيرة هذا التلميذ كييبدأ يكتبها كييبال تولي الماراتون جزء من الأجوية بعض الأحيانات ما كيكتبهاش كيبقى في المسودة يعني تدبير الوقت من بداية السنة حتى الآخر السنة يعني في الامتحانات الإشادية وحنا نعنى كاريت على مساوى تدبير الوقت وهذا بطبيعة الحال خاصة بالنسبة لي ما زال عندهم الأبناء صغار ضروري الانتباه لهذه المسألة ضروري نعلمه هذه المهارة لتدبير الوقت فبالنسبة لتدبير الوقت ما تيش نعطى أستاذ غير نصائح على مستوى هذا الفترة لأنه كيبقى تدبير الوقت ركيبقى من بداية السنة الدراسية فهذا أهم أهم عوصر ضروري الإشارة إليك دب تدبير الوقت ينفوص الانتحان أستاذيك دب أخصو ينفوص الانتحان فعلة العنصر الثاني هو إعطاء الأولوية للمواد الأساسية فتلامت ما كيعرفش أصلا المواد اللي يهتم بها الوقت اللي يعطي المادة الأساسية والمادة الغير أساسية يركز على المواد اللي فيها المعاملة كبار لأننا كان بحث على واحد النقطة اللي تكون فيها نقطة كبيرة الانتباه على تلمس الأخرى أو سل هي ذيك المراجعة الجمعية المراجعة الجمعية هي شيء جميل جدا يعني كيكتسب فيها المتعليم كيكتسب واحد المهارات اللي هي كتيرة ولكن فيها واحد جوج ديال السلبية العنصر السلبية الأول هو أن غالبا كيخرجوا على الموضوع حتى كتلقا هم كينقشوا واحد الجوانب اللي هي هامشية وبعيدة على الموضوع اللي يجتمع عليه والمشكل الثاني في المراجعة الجمعية هو كيكون ذلك التفاوض في المستوية كان بعض التلاميذ اللي كيف يفهم بواحد السرعة أكثر فكرة معينة كيف يفهم ها بسرعة مقابل واحد يبقى متأخر على مستوى الفهم فبالنسبة اللي كيكون الفهم ذياله سريع كيحس بللي أنه يضيع الوقت وفي بعض الأحيان يمش فبش بسرعة كيحس أنه رغي ضيع هذا كسبح كامل فبالنسبة كنصائح بالنسبة لهذه الحالة هذه المراجعة الجماعية من الأحسن أنها تكون الفترات اللي كيكون تلامذ فيها مرخوفين ما كيكون فيها الزيار ما كيكون فيها أن نقرابين الانتحانات ففي هذه الحالة من الأحسن تكون مراجعة الجماعية وكل الالتزام الالتزام بالوقت والالتزام بأن الجامع يكون واحد بحال غير نسمي ميت اقشرة يعني الجامع يفهم الجامع يخرج فاهم من هذا اللقاء الجماعي فهذه من بين أهم المصائل التي كنا لمستوى هذه المسألة ومسألة أخرى هي الابتعاد على المسائل التي تشويش من أهم العناصر التي تشويش لأن حاليا ينبت المباشر للدروس ينبت للدروس يعني واحد الجوانب اللي في إيجابية ولكن في هذه الفترة الامتحان نخليه مخصص لهذه المسائل ونحاول ما أمكن لأن الإنصار بلا ما يحس حتى القراص ورأ ينبت مسائل أخر الموجودة في الهاتف بعيد كل بعد إلى ما هو مرتبط بالوضع الامتحان فهذه المسائلة الثانية يبحث عليها الإنسان والمشويشات ليست فقط لهذه المشويشات الثانية العائلة والإنسان يدخل المشاكل وفي الفترة الامتحان رمع الوقت أن تدخل لهذه المسائل أو الأصديقة يبحث على المجال الدراسة كثير من المشويشات يحاول تنميد ما أمكن أو المترشح في صفة عامة أنه يخلق ذيك البيئة وهذا كالجو النفسي أولا بدرجة أساسية والموحيد البيئة سواء داخل البيئة أو خارج البيئة التي يراجع فيها تكون البيئة التي هي هادئة تعطيها الهدوء النفسي وتعطيها الهدوء على مستوى المكان الموجود فيه أنه ذاكي سهل عملية المراجعة وعملية التوصل طبيعة الحال التفوق فهذه من بين المسائل التي تبال أنها ضرورية مسألة أخرى هو الوقت المراجعة أوقات المراجعة من الأحسن أن الإنسان يبدأ في الصباح وصبح باكير في صباح باكير يكون الإنسان حتى أنه يستوى الدين خاصة المواد التي تتطلب الحفظ يكون الدين من الفاتح ويسهل عليه أنه يستوعب المعلومات فيخلي هذه الفترة يخليها بالحفظ ويحاول ما أمكن أن النهار يقسمه بواحد الشكل اللي هو منتظم فبالنسبة لهذه المسائل تنظيم الوقت تنظيم المواد تنظيم الفترات الطبيعة الحال بانتظام هذا يبقى واحد العنصور اللي هو أساسي نضيف العنصور آخر يكون ذاك الأكل متوازين يكون النوم متوازين لا نخفل مسألة النوم مسألة النوم أساسية لأن في الليل فترات النوم هي فترات التي يقوم فيها الدماغ بترتيب المعلومات التي قمنا بشحنه بها طيلة النهار فكيكون ذاك الفترة أولا استراحة بالنسبة لهذاك المترشه وتانيا ما كيكون شوحد الضغط كبير على الدماغ ديالوا يعني كيحاول الإنسان أن هذا المسائل ينتاب بواحد شكل كبير فكتساعدنا على نجاح وكتوصلنا حتى عندهم علومات قيمة الطلبة والطالبات التي فعلا نقصهم مرطولهم من البال التي رائعة جدا جدا وتكلمت يا أستاذ على واحد النقطة التي عادة نتكلم عليها بخصوص الشيء المنهجي كيف تقصد بها الشيء المنهجي يا أستاذ نعطيك قبل أن نمشي لجربة واحد دراسة كنا قمنا بها مع أستاذ مفتش سي أنس نبدأ لكم مسألة تانية دائما في طريقة المراجعة طريقة ديال طريقة ديال المراجعة لإنسان ما يحاوج أنه صباح كامل ما يفتش استراح وكينا واحد الطريقة ديال أنه خمسة وعشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة أنه يحفظ فيها يراجع فيها ويعطي لنفسه واحد لخمسة ديال دقيقة ديال استراح لأنه أثبتت الدراسات أن التركيز يكون خمسة وعشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة هنا تكون تركيز للإنسان خاصة للإنسان البالغ فضروري الدماغ ديال تعطيه واحد لخمسة ديال ديال دقيقة استراح لكي تسترح في هذه خمسة ديال ديال دقيقة وتعاود مرة ثانية خمسة وعشرين دقيقة ثلاثين دقيقة وانتبه الطريقة بهذه المنهج تكون أذق وكتكون أسهل على الدماغ لأنك تريح الدماغ ديال ما تبقاش هذه ربعات ديال السويع كلها وهي أكيد لا يمكن ربعات ديال السويع كلها تركز فيها يعني يبقى لك خمسة وعشرين دقيقة أعطي لنفسك واحد الاستراح ديال خمسة ديال دقيقة أو نرجع خمسة وعشرين دقيقة أعطي لنفسك واحد لخمسة ديال دقيقة والحاجة الأجمل أن أعطي واحد المكافأة فاش توصل أنك حفظت الدرس حفظت بواحد الشكل جيد كافأ الدماغ وكافأ نفسك بواحد المكافأة اللي عزيز عليك لأن الدماغ كنحفز الدماغ بهذه الطريقة يقول لي يعجبوا أن مرة أخرى يحفظ هذه الدرس فالمكافأة تكون حتى هي نصحة لا شيء تعجب كل طالب أو تلميذ يكافأ النفس فيها ويحاول أن هذه المكافأة تكون كل مرة يكافأ نفسه ويكافأ نفسه ويكون حتى هذه مسألة إيجابية المسألة أخرى دائما من ناحية المنهجية كنا قمنا بواحد دراسة مع الأسد أنس أقصبي أسد مفاتيش مادة تاريخ الجغرافية كنت في اللجنة وأتشرف بكوني أنني عوض في اللجنة هو أننا قمنا بواحد دراسة على أساس أننا نشوف سبب لقى التلاميين في تاريخ الجغرافية وجدنا أنها لقى متدنية ففتحنا الأجوبة لتلامي السنة السنة درنا واحد الاستمارات ودرنا فرض الاستمار على أساس أننا نفرج واحد النتائج أتفاجأ أستاذ لقى أن بالنسبة إلى النتيجة في هذه الدراسة أن سبب حصول تلاميذ على نقاط متدنية في مادة الإجتماعيات ليس الحفظ ليس الحفظ ليس المعلومات حيث تلقينا تلاميذ كاتبين عندهم المعلومات وهم حاليا العافة المغرب كامل رغم كابرة هذه الفترة مع التاريخ الجغرافية ويحفظ ولكن وجدنا إهمال جوانب المنهجية القيد الجانب المنهجي هو سبب تذني النقطة تلاميذ فبالنسبة لجوانب المنهجية وجدنا أن التلاميذ مثلا لا يقرر سؤال مزيلا مثلا لا يفكو الأسئلة مثلا لا يعرف أن يجعل تصميم مثلا لا يختار بشكل جيد لا يريد المواضيع المقالية الموضوع الأول أو الموضوع الثاني فهذا النوع من الأخطاء التي ارتكبوه تلاميذ هو هذا الذي كان السبب في أن النتائج كانت متتنية فالنصائح نحن نحن النصائح النصائح الأساسي يا أستاذ هو أن تلاميذ يركز على الجانب المنهج لا يبقى غير يحفظ والجانب المنهجي مرتبطه بالجواني والمنهجي وهنا أشير إلى الوثيقة الأساسية موجودة لدينا في كل المادة وهي هذا يا أستاذ الإطار المرجعي الخاص بكل المادة وهذا الإطار المرجعي هو هو الوثيقة التي Chirá لديه العناصر الأساسية التي سيمتحن به تلاميذ مثلا بالنسبة لمادات التاريخ والجغرافية موجودة فيها المصطلحات الأساسية التي ضرورة التلميذ يضبطها موجودة فيها الدروس والمحاور التي سيمتحن فيها التلميذ موجودة فيها المنهجية ديال المادة فربع تلك الوريقات فيها فبالنسبة للطار嘛 هل أعمل موجودين أستاذ في الأنترنت؟ موجودين ? موجود في موقع الوزارة موجود في موقع الوزارة هل الأساتيك وعلي تلامت اذا ما أقولك معلومة الولوج لها راكي ندخل الوزارة سهل جدا سهل جدا عند المراجعة عند المراجعة ينزل طالب والمترشح هذا الإطار المرجعي ويلاحظ يعني هذي يغفلوها التلاميذ بواحد شكل كبير جدا لأن فيه الإطار المرجعي رأي فيه العناصر الأساسية التي سيمتح فيها التلميذ إذن أنا كنحفظ كنراجع ننزل قبلتي هذا الإطار المرجعي ونشوف العناصر الأساسية التي سيمتح فيها مع التركيز أستاذ بشكل رئيسي ونزيدون كنر التركيز ضروري يكون على الجوانب المنهجية لأن المنهجية الخاصة بكل مادة أكيد أن الطالب سوف يمتح فيها فهذه من بين الأساسيات الخاصة بالمادة وهذه ربما هذه النصائح نفع تلامذ لأن أكيد النقطة ديالهم ستكون النقطة أحسن إلى أن تفهل هذه المسألة هذه خاصة إلى زادوا وهما يراجعوا يخدموا لامتحانات ديالسنوات الماضية يخدموا للمراقبة المستمرة فروض المراقبة المستمرة يعني يركزوا على هذا المسائل ما يبقاش طالب قهي في الجانب المعرفي يعني يركز حتى الجوانب المنهجية لأنك تبقى الجوانب المنهجية يتم تقييمها أثناء الامتحانات فهي ركي يتم تقييمها وبالتالي نركز عنها هي عنصر أساسي بالنسبة لهم الضروري ضدهم فعلا أستاذا الوقت دائمنا الوقت غير تدوز معك وهذا الشيء يعني معلومات مفيدة جدا جدا فعلا مهما حتى تنين العلوان ديالستراتيجية الدكية اللي يفتح أفواب تميز امتحانات فعلا أستاذا الكريم نزيد واحد غير واحد زيادة أساسية بسهولة 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 هنا بالنسبة لأثناء الامتحانات اللي كلاحظوا في الوقتة ديال الامتحانات التلميذ من الأحسن أنه يبدأ بالسهل يبدأ بالحاجة اللي هي سهلة في بعض الأحيان مثلا نلاحظ أثناء امتحان مثلا التاريخ الجغرافية التلميذ كي يبقى في الميبيان ساعة هو سؤال من بين الأسئلة عليه ثلاثة ديال النقاط إذن ضروري التركيز والبدء على ما هو سهل الحاجة الثانية قراءة السؤال لأن نصف الجواب هو قراءة السؤال الحاجة الثانية هو الزمن يعني ما يبقى سهل التلميذ أثناء الامتحان يعني نتابع المسألة ديال الزمن العنصر الآخر تنظيم ورقة الإنجابة وهنا جبت لك أستاذ واحد لسمح لي لأولد مثلا هانت الفرق ما بين هذه الورقة شوف هذه الورقة فعلا والخط ديالها وشوف هذه الورقة تانية والتنظيم ديالها ماذا ما بنش نأتي والا دوك الفرق بين هذه منطمة وغير منطمة فعلا وهناك بالنسبة لنا أستاذ شي مرة را كتبقى ربع ساعة كتقران فهذه الورقة الغير منظمة والخط الغير واضح كنا بدأوا نقرأ وكتعاود تقرأ على أساس أن هذا كتين ميت شنو بغي يكتب ما كنا نفهموش نهائيا كتبقى كتبقى كتقرى في هذه الورقة لأنه من الضماش للخط الغير واضح وبالتالي را أكيد النقطة دياله غير تكون واحدة النقطة اللي هي نقصة آخر حاجة أستاذ غير بشي منزلش نطول عليك آخر حاجة هي الأدوات فخاصة الأدوات في المواد العلمية والمادة التاريخ والجرافية كتلقاه هم في قسم مثلا نزلهم الميبيان كتلقى حتى البركة ما عندهمش فكغل يدير هذه الدائرة هذا المسائل ضروري الانتباه لهذا المسائل فعنى وخطي بأنه الأشياء ساهلة ولكن مهمة جدا ما كتدير الفرق كتدير الفرق كتدير الفرق مجدد المسائل هذه فهي كخلاصة بالنسبة لهذه العناصر أستاذ للطلق على خلال هذا البودكاست ضروري أولا تدبير الوقت ضروري الانتباه الجوانب المعرفة وطريقة التلقي واكتساب الجوانب المعرفة لطريقة تقديم ورقة الامتحان ضروري الامتباه لطريقة تدبير الوقت أدناء فترة الامتحان فهل الإنسان نتابه لهذه المسائل أكيد النقطة ديانا ستكون نقطة جيدة وكنتمنى أنهم جميعا أن نتوفق ونكونوا في دنائهم ونواب شكل باصي شكرا على هذه المعلومات شكرا على هذه التاقة وفي عناكي قلت لكم الأستداء أرى هذه الأشياء التي تبقناها استراتيجية والله العظيم نحن نكونوا متفوقين ونكونوا بالأوائي أنتم اللي عندكم جارب نفسي حتى الأستاذ أنه لديه 300-400 ورقة وما ترقاش ورقة إيادي تجارب نفسي ورقة ذاك لا مشكلة شكرا على أستاذة وإن شاء الله ستجدنا اللقاء إن شاء الله ونعودوا لكي شيء أخرى شكرا على أستاذة جزاك الله وخير وكنتمنى إن شاء الله التوفيق وكنتمنى أستاذة المترشحين دياننا كاملين إن شاء الله يوفقهم إن شاء الله أستاذة يكونوا متفوقين إن شاء الله ويتكونوا ظروف الإمتحان إن شاء الله يمرأت أحسن الظروف ومرأة أخرى شكرا أستاذة حسن على الاستطافة وجزاك الله وكل خير مرحبا أستاذة هذا واجب وإن شاء الله دائما نتظروا اللقاء الآخر كين شي كومونتير كين شي سؤال وجوناي تلقاوه يعني هذا في يوتيوب تلقاوه في الفيسبوك وألف مرحبا الأستاذة كريمة جوكم تلقاوه في الفيسبوك تلقاوه في الفيسبوك وكماéf أچهلك